السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم فيديو تيدا على قناتي قناة شيف جنان واشاركم بروكا بصحة والسلامة والثمانيتو ان شاء الله اليوم سوف نصاب معكم واحد البسطلة صغر بالخضيرة والدجاج يجيو روعة غزالين بزاف اذا لهاد البسطلة هادو غادي نحتاج الميتين وخمسين جرام ديال الصدر الدجاج يمكن لكم تعوضوه باش ما بغيتو بالحوت او بالكفتان مهم انتو ما ولي بغيتو انا كان اعطيكم لابات انتو ما من عندكم كل واحد شنو كيف يفضل انا سبق لي دجا وغسلتو في الملحة والحامض وشوية ديال التومة وسكين جبير ضروري عندي هنية الفلافل عندي جوش في الفلات حمرين وجوش في الفلات صفرين ووحدة خضرة اللي شديتهم مسحتهم وغسلتهم ومسحتهم مزيان شفتهم ما بقت فيهم التقطرة دلمة من بعد دهنتهم مزيان بالزيت ودخلتهم للفران ما تجهدوش عليهم العافية عافية تكون متوسطة سوف يخليوهم يطبو على خطرهم ما تجهدوش باش ما تتخطفوا ليكمش ومبعد من نتخرجهم فران ديرهم مزيان حكتمو في واحد الميكا باش ضغياء كي سارعين باش اننا نحيدو لهم ذاك القشرة ديالهم كي يجو في فران غزالين عندي واحد الخيزوية جزارة وواحد القريعة خضرة محكوكين عندي هنية الشعرية الصينية انا ذاك الباكية صغيرة يمكن لكم تديرو كتر او لقل انتو ما ولي بغيتو عندي واحد دريس ديال التومة كبير اللي حكيتو عندي بصيلة صغيرة محكوكة حتي في الحكاكة عندي هنية شوية ديال اللي بزار انا كنستعمل بزار البيض ومن بعد هنية كين داك الاعشاب المنسيما لازير بدو بخوفانس اللي فيهم الزعتر زعترا اليازير والحبق كي يجيو زوينين دائما كي يجيو بحل هاد اللي فقس هادو سافي وهناي الملحة هاد القيسة داللي كتشوفو را غادي نخدم به في كل شي هنا عندي كاس ديال الحليب ديال العنباء مع نس كاس ديال الكريمة السائلة لك خين فخاش مخلطين عندي معلقة ديال مايزينة اي نشا وعندي تقريبا واحد خمسين جرام حتى 60 جرام ديال الجوم المفروم اي نوع انتو ما كتبغيوا اضع الفرمج مصممم حمار اي نعم عندي زبدة باعة غادي ندهن الورقة لي معها واحد شوية ديال زيتم بزاف وانا اذن مجرح هنا بالورقة الفيلو لاباة فيلو حتى نخدم أنا كتعجبني بزاف على الورقة البستنانة لانها كتش خفيفة الورقة البستنة مش ديي ما كانت ايضو فيها زوينة قد تكون غليطة بزاف هذا لعندي باعة غادي نشكل دون كالبستثلات الي لبلشي كاملين عبر واحد وعندي باية باية قاستي الخالط ثم نضيف زبدة بلد الزيت البلد ثم نضيف ثم نضيف كمية نضيف في مصر ونستعملوا في مكان آخر يجب أن نشحر حسنا الزيت و الزبدة هذا الطريق يجب أن تشحر لليس يحتوي على الزبدة وذلك يحتوي على الزبدة ويجب أن تصبح الزبدة الزبدة للمسي المبادة نجد الزبدة ونضع الزبدة ونضيع الزبدة سوف نطيب كل حاجة بحديثة كثافة نحركهم و نجعلهم يطيبوا على خطرهم هنا سوف تقطعت لي الفيديو و درس فيها ذاك البصلة المحقوكة و دعي تحت التحمرات لي شوية عاد باش ضفت عليهم الدجاج الدجاج سوف ندير علي غير البزار و دوك الأعشاب المناسبة اللي قتلكم فقط لا غير ما تديروا تشي عطرية واحد اخر لانا ما تكتروا العطرية ذاك الشي ديالكم كيف قدل التوازن دياله و ما كيبقاش عندك التوازن في النكاهات يولي عندك كتولي العطرية غالبة على الخضراء على الدجاج على كل شي ما كتقيش عالف راس كونك أتاكل سافي من الطب ذاك الدجاج غنحيدو هنحطوه بلا صحت اخرى المقلاء و اللي تعود تاني غادي نحط فيها دوك الفلافل ديالي در شوية ديال الزيت تعود تانيو زبدة اللي ما بغاش اي دير زبدة اولادا مويم يشحر باش مما بغاي انا كنفضل انني ندير زبدة اي لمعقارين مع الزيت لانا كيعطوه واحد المداق ذوين سافي هنيا غادي نضيف ذاك التوازن اللي بقت تاهي غادي نشحرها مزيان كتشحر كيما كتلكم مزيان تاكس بدا تحمر لينا بنفس الوقت راني كنحرك ذاك المقلاء الاخرى هنيا غادي نضيف ذاك الفلافل ديالي نضيف ذاك الملح نضيف ذاك الملح انا نضيف ذاك الملح ابدا ما كيجيش مالح الجاج اصلا مدرش مع الملح نضيف ذاك الملح سافي مني نضيف ذاك الخيزة هنيا انا كنفضل انني نضيف كل حاجة بوحدة باش كل خضراء كتحافظ على الوقود للمدق ديالهم ما كيجيش خضراء ما كيجيش تخلطوا ذاك النكهات مع بعضياتهم ديال الخضر ما كتبقش تبلي كل خضراء و المدق ديالها هناك تحافظ على كل حاجة و المدق ديالها سافي كنضيف عليهم ذاك الجاج الجاج طيبو فعافية ما تكونش مهيلة باش ميتلق لكمش الما باش نشف هنا يا سافي ضفت عليها ذاك الشعرية الصينية ونخليهم فوق النار اعطيت الشعرية صفيتا هي خدات اللون ديال الفرس سافي نخليوها تبرد هناك نصاوبوا ديك الاسوس ديك الحليب و ديك الكيم فرش هنحتاجون مانا باش نصاوبوا 1 الاسوس بحل بيشامل سلسلة البشامل تقريبا بحلها نضيفوا المايزانة نضيفوا عليها شوية من الكمية ديال الحليب لا تضيف الكيمية كلها من الأول لأنه عندما تضيفها كلها لديكم دائما مخاطرة لأن الميزانة تتكور لكم حبيبات كوائرات وذلك الشيء يدرانجي في المكلمة سوف نضيف الملح نضيف الملح لأنه في السالة سوف نضيف الفرماج جوكي كو المالح لأنكم لا تكترو الملح المهم أنتم دائما قديم الطياب دائما نضيف كل حاجة لكم باش تعرفوا شنو خاص الماكلة لكم سوف نضيف شوية هذا اللي بزار باش مديش حرق شوية سوف نضيف حاجة لكم قريباً دائما نضيفها فوق البوطة ملحفية لا تكون مجهدها شوية بسطة لا تستمر بشكل جيد وانتم تبقى تستمر بالتحريك وانتم تبدأ تقليلنا لصص لا توقفوش التحرك نهائياً بقى تحركو باش دائما تبقى تحركوه لتحت القاعدة حتى تفضح جمهة لأنك ترى كل ملمس ادباء نحيدها من فوق العافية ونضيفها الزبن المفروم ونحركها كيف تحرق الجبن ينضيف هاتف النصاص ونضيفه على حشوة لحشوة تجي رائعة تجي غزالة تجي معلكة والأهم من هذا الشي انها تجي خفيفة وخا تشوفوا قدرت تزبداو وذلك الشي ما تجيش ميدما نهائيا لانه اصلا فاش كديروها الطيب في الفران قاعدة كليدة من اللي فيها يخرج منها لا يبقاش فيها مع السخونية بالنسبة للبات جالي انا سوف نأخذ القياس اللي محتاجة ديال الورقة سافي والشي الاخر دائما هنردو الميكا فاش كانت كليو على ذاك الميكا ديالها باش كتبقى لكم زوينة حينتها كتبقى مدة في تلاجة غير المهم ما تفوتوش مدة صراحية ديالها تاريخ صراحية ديالها ما تفوتوش سافي كنردها لذاك الميكا ديالها وكنردها لصاشي وكنسدو مزيان باش ما تدعينش الورقة هنا غادي ناخد داك الكمية ديال الورقة اللي خديت غادي نقسمها في اللول هكا على جوج ومن بعد غادي نقسمها على جوج خليل اذا الورقة نقطحها على 4 باش نديرو بصي ثلاث صغار غينتو ما منين تكونوا كتخدمو بيها ارضو لها البل لانها كتتقطح حاولوا معها غيب شوية هي مكتبغيش الجهد حاولوا بحل الورقة البستيلة العادية هادي اخدمو بيها غيب شوية ما تجبدوش بزار ما تكونش تجروها بمجهد مهم شوية سافي كنناخد هادو و هاد الشي هادو باش غادي نخدم دائما ديروه في بلاستيكا او لغتوه بلاستيكا باش ما كتيبسناش كنناخدو هادك اللمول باش غادي نشكله البستيلة ديالنا كندهنوه مزيان بزبدة باش ما تلسقننش البستيلة باش ما تلسقننش الورقة في القاعد يالو كنجيب وحده بدوو تهزوها من الجوانب بهذا الشكل و دخلو الداخل باش منين جي وتحطوه لفاقص ديالكم ما تقطعش لكم الورقة والورقة داروري تدهنوها بالزبدة وشوية ديالزيت باش ما كتجي كومش مجنة كتجي مقرمشة هاد الورقة كل ما دهنتوها كل ما كتجي مقرمشة هائلة كتجي غزالو انا كنفضلها صراحة على الورقة البستيلة لانها كتجي خفيفة تماما و كتجي لديدة بزاف بالاخص مع الزبدة ما نقول لكم شو واحد لما دق غزال كتعطيها واحد لقو مهم ذاك شي دا بتجربوه و غتشوفو ما غتندموش في علان وصفة كتستحق تجاريبه سافي كنستمر بها الطريقة هادي ما بين ورقة ووجو و ما بين ورقة واخرى كندهنوها بالزبدة و كنعاودو نجيبو طبقة تالتة نجيبوها كديرو ثلاثة ما تكتروش هي تقدروش و انما انا كنفضل لغي ثلاثة باش مني تاكلوها تحسوا بلا فخص بالحشوة ديالكم اللي كتاكلو ما تاكلوش غير العجينة سافي سافي سوف نعمرها بالحجوة ديالي انا كما وكتلكم الحشوة تكون باردة باش ما تقطع لكم الورقة لان كل ما كانت الحشوة سخونة كل ما تقطع لكم الورقة سافي 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 يعني ماشيش حاجة اللي صعيبة للي كتطلبش مجهود كبير ولا ابدا هنا اياه كنجيبو الجوانب دهنو بشية زبدة عاد باش دهنو بالبيض ضروري البيض باش كتصد لكم الورقة لان اينا ما كاش البيض ما عادش تصد لكم سافي بحلقة كتستمرو انتو ما كتدهنو البيض وانتو ما كتدورو باش تصدو بهات العملية دي بالطريقة هادي سافي هادي جمعتها هنتو ما هتشوفها كيفاش ديرها سافي وكتجيب حلقة كتجي مقرمشة غزالة كننأكد على انهو خصكم تدهنوها مزيان بالزبدة باش ديكم مقرمشة باش ديكم مقرمشة في هذك القرمشة الزوينة سافي كنستمرو بنفس الكيفية نديد لكم حد اخرى باش تشوفوا انتو ما كنهزو الجوانب وكندخلو الوست مزيان باش مني نحطو اني نحطو الحشوة دينا ما تسقطع شينا الورقة لانا الى حطيتها وكنت الورقة مهزو زالة لفوق ستدكل الجهة للحشوة سيقطع لكم الورقة من الداخل دهنو مزيان كما قلت لكم الجوانب والداخل سافي حطو واحد اخرى بحال هكا وخد تقطع لكم الورقة ماشي مشكل خدو طريف صغير ويسدو ديك البلاسة اللي تقطعت رها ما كدش معجده نهائيا وخدجي واحدة الوحدة المهم دهنو كتبقى مزيانة هاد شي بزوينة هي هي وخدت تقطع ما كيبانوش نهائيا لالعيوب ديالها ما كيبانوش قاع ما كيبانوش نفضل انا دائما نخدم بهاتي سافي هانتوما ضاروري الدهنو كان وسط وكان عاود ضاروري الدهنو باش كتجي الورقة مقرمشة هادي الطبقة الخرا اللي هي الثالثة هانتوما زلوا الجوانب ودخلوا لداخل بهاتشكل طريقة سهلة زعموا عليهم ديروهم راه هم كي المسهل منهم انا دائما كنهضر مع المبتدئات اللي معمرهم ما داروا اما بالنسبة للناس اللي مولفين كيصوباتش راه غيشيهم عادي ماشي مشكل انا كنشجع الناس اللي معمرهم ما خدمواتش سافي الحشوات ديالية بهات الشكل هالهكا كنوزعها مزيان على الداخل باش كي يجي كل شي في قياس واحد سافي وكنجمع الورقة ديالي كندهنو بالبيض ضروري انكم دهنو بالبيض باش تسدلكم الى ما دانتوش رمه غديش تسد هالكا هالكا هنتم ما تشوفو سافي دهنوها مزيان بهات الشكل هب والا هاني ساليت كنتمنى انا الطريقة تكون سهلة ماشي شي حاجة صعيبة سافي واخا كنتشوفوها تقطعت من تمارها مني طابت اولاد عادية بحلي ما كانت شي حاجة سافي كنديرهم في واحد اللاطة اللي ما كان دهناش بزاف بالنسبة للتزين انا هانتوما عدرت هاد القضية هادي كما كيدروا في البستيلة هادي نزين وحدين بحال هاكا كنديرو كنروليو الورقة ديالنا وكنقطعوها بحال هاكا بالمقص نقطعوهم كنقطعوهم بحال هاكا الطريقة كل واحده اشتري كل واحده ولطريقة دياله و هذا كي بقي اختياري انا غاي كان دائما كما قلت لكم كما أعطيكم انا الفكرة ما عندي انتو مالا تبارك الله من يعني كان لي غاي عرف حسن مني كل واحده و شنه اشتري كل واحده سافي نديرونو منو شويةزبدة وكنبداو كان زينه قلل بزيله بسهل تشكل سهلة جدا ستعطي منذ رزوين وزين عادي جدا انا بالنسبة للطيع ادخلتهم على فران مسخن من قبل 180 دراجة ادخلت لهم الفران 160 دراجة على خطر خطرهم هذا هو الشاك نهائي ساعة ساعة نحل لكم مداخل دائرة مهم ان يأخذون اغزالي ان البنات صدقوني جربوهم اشتروا الورقة لا يبينها نهائيا ادخلوا الورقة هذا هو الشكل بالنسبة للطريقة التخزين ستعطيهم على ميكا كل واحدة بوحدة اضعهم في الكنجيلاتور في الفريقو واحد شوية تشد راسهم جيد عاد من بعد تشدوا كل واحدة بوحدة وكتغلفوها بورق بلاستيك الغذائي تغلفو كل واحدة بوحدتها بعد شكل هذا هنتون ما كتشوفوا انا كيفاش ندير لكم هذا كتديروهم بحلقة انا كنفضل استعمال البلاستيك الغذائي لاني نستعمل ذاك البلاستيكات البويض اضعهم بحلقة كل واحدة بوحدتها تجمعهم بعد كلهم ودائما مني تبغيوا تطيبوهم ماشي تجبوهم وتخليهم بدي كونجيلة من الكنجيلاتور نيشا للفران صافي هكا كنديرو لهم كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم ونكون وصلت لكم معلومة كاملة ويكون خفيفة على قلبكم هاد الفيديو ما تنسوش تضغطو على زيت الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد أو اشتركوا بروكا ماراو